وللمزيد من الحديث والنقاش حول إعلان مفوضية الانتخابات إغلاق الصناديق الانتخابية والبدء بعمليات الفرز وسط التأكيدات بوجود مقاطعة شعبية واسعة ونسبة مشاركة لم تتعدى 15% معنا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ شاهو القرداغي مرحبا بك معنا مرحبا أستاذ شاهو ومن بغداد عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي مرحبا بك معنا دكتور أهلا وسلم بك حياك حياكم الله دكتور كما يسعدنا أن نرحب من مالمو بعضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي مرحبا بك معنا سيد لبيد أهلا وسلم بكم حياكم الله أبدأ معك أستاذ شاهو القاظم يقول بأنه أتم إجراءات الانتخابات بالشكل المطلوب كي تكون انتخابات نزيهة وآمنة وفر كل المتطلبات من أجل هذه العملية الانتخابية في 2020 لكن السؤال عن بماذا اختلفت هذه الانتخابات عن سابقاتها في 2018 مرحبا بكم تحياتي لكم والضيف الكرام والمشاهدين الكرام طبعا إضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء بأنه أتم المهمة التي جاء من أجلها هذه الحكومة المبكرة وهي أغذ العراق إلى انتخابات مبكرة أيضا نسمع تصريحات عن قادة الكتب السياسية بأن العرس الانتخابي نجح وبأنهم سوف ينجحون في صياغة أو تقديم رؤية جديدة للعراق مجددا عن طريق نتائج هذه الانتخابات ولكن عندما ننظر إلى العزوف الجماهير يعني المشاركة في الانتخابات نرى أنها قد لا تكون تغيرت كثيرا عن الانتخابات الماضية التي تسببت بنتائج كارثية تسببت بحكومة ضعيفة فاشلة لم تستطع أن توفر الخدمات وبالتالي تسببت بحدوث انتفاضة تشلين الذي من نتائجه التغيرات التي حصلت في الساحة العراقية من المؤسف أنه خلال الفترة الماضية عندما كان هناك حديث عن الانتخابات المبكرة نحن رأينا كثيرا عمليات قتل ناشطين قتل كثير من الناشطين الذين كانوا يشكلون خطرا على الحاضنة الشعبية للميليشيات وأيضا تهجير الكثير منهم وهروبهم خارج بغداد أو خارج العراق أصلا بسبب الخوف من سلاح الميليشيائي هذه العوامل التي كانت موجودة لم توفر البيئة العادلة أمام كافة المرشحين أو كافة المواطنين حتى يدخلوا في هذا التنافس الانتخابي إضافة إلى أمر آخر وهو أمر المال السائب الموجود المال الموجود عند الكثير من الأطراف السياسية التي استخدموها بطريقة لنفعهم الشخصي أو استغلوا المناصب التي يهم فيها أو الموضوع الأخطر وهو الأذرع المسلحة لأحزاب السياسية نحن نتحدث عن الكثير من الميليشيات والفصائل المسلحة التي شاركت في الانتخابات هذه العوامل كافة اجتمعت ودفعت الكثير من المواطنين أن لا يشعروا بأن الانتخابات أصبحت وسيلة نافعة للتغيير وهذا الإحساس دفعهم إلى البقاء في البيت وعدم المشاركة في الانتخابات وهنا السؤال الرئيسي لو كانت هذه العوامل المتوفرة والأمل المتوفر والفرصة العادلة فلماذا لم يشارك الشعب بشكل كبير وكما يسمون لماذا لم يكن عرساً انتخابياً بالمعنى الكامل وبالتالي هذه الأمور هذه المعطيات التي نراها الحقائق الأرقام التي تم نشرها منذ صباح اليوم يؤكد من المؤسف أنه لم يتغير شيئاً كثيراً عن الانتخابات السياسية وهذه الأقرام تستحق أن توقف عندها أستاذ شاهو بشكل أو بآخر والسؤال موجه للدكتور قحطان إذا كان معي الآن يسمعوني دكتور قحطان دكتور قحطان نتوقف عندما أدت به وكالة رويترز التي أكدت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية في 2021 هي الأدنى منذ عام 2003 حتى اليوم والتقارير الميدانية والإعلامية تحدثت عن أن النسبة لم تتجاوز 15% ما الذي تعكسه هذه النسبة شعبياً وحتى سياسياً؟ أكررت أحبك وبضيوف وبالمشاهدين الكرام نعم النسب متذنية جداً وقد تكون أقل بكثير من 15% إذا كانت أرقام أتت لنا من فضل الله يدلل على أن النسبة تتجاوز 10% هذا بالتأكيد يؤكد حقيقة أن الشعب العراقي وعى حقيقة اللعبة السياسية ومآلاتها وبالتالي القرار السليم الذي اتخذوا الشعب العراقي بالمقاطعة هي دلال على حضارية الشعب العراقي وسلميته في إحجاز تغيير حقيقي في عملية لم تغضي إلى شيء إيجابي نهائياً ودليل على ذلك أنها تقبل هذا العمل السياسي بأي نسبة متذنية من مشاركة إذن ليس الغاية منها أن تحقق برغمات الجماهير بقدر ما هي عملية تنرير القوى السياسية المتنفذة إذن هذا أيضاً يضيف شيء آخر على المجتمع الدولي أن على المجتمع الدولي أن يكون مسؤولاً أمام مدى مشروعية هذه العملية السياسية وبالتالي لا بد من إجراء آخر دولي عراقي مشترك لأجل أن يتعامل التعامل اللازم واللائق مع نتاج العملية السياسية الفاشلة نعم أستاذ لبيد هذه المقاطعة الشعبية الكبيرة التي تحدثت عنها التقارير ألا تضرب العملية السياسية أو شرعية العملية السياسية في مقتل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة أنا أستطيع أن أقول بأن الشعب العراقي صارك اليوم بالتصويت لكنه بطريقته الخاصة الشعب العراقي قال لا صوت بكلمة لا للعملية السياسية لا لهذه الطبقة السياسية الطادئة الفاسدة التي أهلكت العراق التي جمرت العراق وخربته فإذن نحن أمام نتيجة كبيرة بالحقيقة في اليوم بالتقارير في اليوم حتى لو افترضنا أن نسبة المشاركة هي بحدود 15 أو 20% من الشعب العراقي لكن جزء من هذه العشرين بالمئة كمان على أمكانه يعتقد أن بإمكانية الإصلاح وبإمكانية تغيير الطبقة السياسية التي جثمت على صدر العراق منذ 2003 إلى هذا اليوم إذن حتى الـ 20% بالحقيقة تقول لا للطبقة السياسية إلا للمنظومة الحاكمة الآن فإذن ما تحظى به الطبقة السياسية هي بالحقيقة لا يشكل 10% أو أقل 10% من الأصوات وكل هؤلاء نعرف نعلم أن الجزء الأكبر من هذه النسبة التي حققتها الطبقة السياسية التقليدية هي آتية من التشكيلات العسكرية ومن المليشيات ومن المنتفعين ومن بسطاء الناس فإذن النتيجة الأوضح والنتيجة الأكثر طبطاً والأكثر واقعية لهذه الانتخابات واضحة جداً العملية السياسية ساقطة ومرفوضة من الشعب العراقي وما يذي الانتخابات القادمة بالحقيقة سيفرز حالة ثورة جديدة موجة جديدة من الانتفاضة تشرين تصاحبها ربما فعاليات أخرى كأن تكون عصيان مدني إلى آخره فعملية إسقاط العملية السياسية فعاليات إسقاط العملية السياسية ستتعظم بعد نتيجة الانتخابات وستكون هناك جهود كبيرة ونشاطات كبيرة وانتفاضة عارمة من أجل إسقاط هذه العملية السياسية وربما سيكون لهذه النتائج الانتخابات ما بعدها وستاذ شاهو مفوضية الانتخابات تحدثت عن بدء الفرز اليدوي لهذه الأوراق واحتمالية إصدار النتائج خلال ساعات وهنا يأتي السؤال الدائم والمتكرر عن موثوقية عملية الفرز وعملية التزوير التي جرت في المرات السابقة هل تعتقد أن هناك اختلافاً ما ترأ في هذه المرة؟ طبعاً كان من المفترض أن يكون هناك نتائج فورية لأن حسب ما صرحوا المسؤولين المفوضية وأيضاً المسؤولين الحكوميين بأن هناك أجهزة إلكترونية وأن النتائج سوف تعرف فوراً بعد إغلاق صناديق الاختراع وأن العراقيين سوف يشاهدون النسبة ولكن هذا التأخير في إعلان النسبة الحقيقية للمشاركة هذا يضع الكثير من الشكوك حول النسبة التي سوف تخرج الآن أو بعد ساعة من الآن لماذا لم يصدروا النسبة الحقيقية للمشاركة فوراً؟ يعني هل يخشون من النسبة المتدنية المتوقعة؟ هل أن المعلومات الجانبية التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أو أصلاً الصور التي انتشرت لمراكز الاختراع وهي فارغة؟ يعني أحدهم كتب مستهزئاً أحد موظفي المفوضية كتب مستهزئاً أخذ سيلفي مع زملائه وقال أننا نشعر بالنعاس لأنه لا يوجد أحد وليس لدينا أي عمل نقوم به هذا نشره على صفحته الخاصة وكان تقديماً في منتصف النهار نعم يعني هذا يؤكد أن لم توجد إقبال كبير على المشاركة وهذا باعتراف موظفي المفوضية وليس لا تدليساً ولا أخباراً مشوهة للعملية وبالتالي هذا التأخير يضع الكثير من الشكوك لماذا لا يتم المصارحة مع العراقيين بأن النسبة قليلة وأن العراقيين لم يشعروا بأن الانتخابات تغيرت حتى يشاركوا فيها ويقوموا بالتغيير إذن هم يشعرون أن أدوات أو الأطراف التي تقف وراء هذه العملية ما زالت هي نفسها ما زالت هي القادرة على مسك العملية أو هي تشعر أن الطرف الذي سيختار رئيس الوزراء هو إيران النجف الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي حتى مشاركتها وعدم مشاركتها السيان يعني لا اختلاف كثير وخاصة أن هناك طرف ديني وطرفين خارجيين هما من يحددان مصير العراق ويحددان منصب رئيس الحكومة وبالتالي هذه العوامل وبقاء التدخلات الخارجية داخل العراق دفع المواطن إلى عدم الشعور بالثقة الكاملة وأنه عندما طالب أيضا من البداية عندما طالب بانتخابات مبكرة طالبه بالكثير مع الكثير من الشروط والخطوات التي لم تتحقق وليس أن تأتي نفس الوجوه والأحزن تماما هنا نتحدث عن إعادة تدوير الوجوه وليس تغيير جوهر بكل تأكيد دكتور قحطان اليوم إذا نظرنا لما جرى في ساحة الحبوب بالناصرية بالفعل نتساءل لماذا ترفض السلطات الحكومية أي تجمع مناهض للعملية الانتخابية مع أن العملية الديمقراطية التي يتكلمون عنها تضمن للجميع أن يعبر عن رأيه بحيث أن يشارك أو لا يشارك بالانتخابات أن يقوم بتظاهر رافضة أو داعية للمقاطعة فلماذا يفعلون ذلك؟ بصراحة لأنهم أساسا غير ديمقراطيين واحد اثنين أن الصوت الذي يقر في ساحة الحبوب وسواها هو رأي وضمير الشرع العراقي وبالتالي خروج هكذا جماعات في هذه الساحة تبدل تجلوبة أن هذه الانتخابات هي انتخابات استجابة لا تشرين وتؤكد أن هذه الانتخابات هي تدوير النفايات حقا وليس انتخابات مجيء وناس جدد لذلك الحكومة تصر على أن أي مظل المظاهر التقاطع مع الانتخابات تنظر لها بعين ريبة وإذا ما تتعاملت معها بمجرد الرضو فقد يكون هذا كرم من حكومة حيال هذه المجاميع لأن الحكومة تتعامل مع الفوار من الدم وهذه الحقيقة لمسها الشرع العراقي إذن نحن أمام تجاذب بين قوة الإيمان وقوة الوطنية الحقيقية التي ترضى عملية زياسية وسلاحها هي الساحات والاحتجاجات السلمية الوطنية الحضارية وبين القوة الرسمية المتسلطة على رقاب العراق والعراقيين التي تحاول أن تمرر أخطائها وتمرر إجراءاتها الشكلية باسم الجماهير وذلك حفاظا على شمعاتهم إذن هي عملية تجاذب وبالتأكيد ستقول النتيجة إلى الحق وهو مع الشارع مع ضمير العراقي إن شاء الله نعم أستاذ لبيد رئيس المراقبين الدوليين في محافظة صلاح الدين تحدث اليوم عن منع القوات الأمنية لهم من دخول مراكز الاقتراع كيف يمكن قراءة ما جرى من منع يثير الشكوك في شفافية الانتخابات التي أصلا لا ثقة فيها المراقبين الدوليين هي الرقابة الدولية بالحقيقة يعني حيث المبدأ نعرف تماما بأن المراقبين الدوليين يكونون دائما ميالين إلى الرأي الرسمي يعني إلى الموقف الرسمي لذلك فالرقابة الدولية لم تكن لها حيث قيمة في هذا المجال لماذا؟ لأن العراق هو بلتما بدل الرقابة الدولية كان يجب أن يكون هناك اشراف دولي على الانتخابات هكذا جرت حالة العراق لكن المشكلة أن المجتمع الدولي لا يعترف بوجود احتلال في العراق رغم أن هناك احتلال مزدوج احتلال هنديك واحتلال ايراني على العراق وهناك هيمنة كاملة ومصادرة لإرادة الوطنية يعني الإرادة الفرسنية الوطنية لا توجد أي إرادة للحكم بالعراق فالمراقبين الدوليين كان يجب أن يتوقعوا مثل هذه الظواهر مثل ظاهرة منعهم من الوصول إلى محطات امتخابية أو مراكب امتخابية بعينها هناك أيضا حالات مماثلة وشبيهة بهذه الحالات نعم بعض المراكبين أعتذر منك أستاذ ربيل الصوت تقطع أعتذر منك ونعود إليك في سؤال قادم إن شاء الله أستاذ شاهو هناك حديث أوروبي كما تبعت معنا قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات عن مخاوف من تأزم الأوضاع السياسية في العراق بعد إعلان أو صدور نتائج الانتخابات وهذا طبعا يشير إلى عديد من الإشارات المهمة وأن الأمور قد تعود إلى المربع الأول الذي خرج من أجله المتظاهرون والثوار في أكتوبر 2019 السؤال عن خطورة إجراء الانتخابات أساسا في ضوء الظروف التي أشرت إليها في الإجابة عن السؤال الأول السلاح الملفلة الميليشيات كل هذه المعطيات طبعا عندما نتحدث عن السيناريوهات التي تنتظر العراق من ضمنها هذا السيناريو نحن لدينا أغلبية غاضبة خرجت في تظاهرات تشرين وعبرت عن غضبها وأرادت التغيير هذه الأغلبية الغاضبة لم تشارك في هذه الانتخابات رأينا قد يكون هناك حركات هنا أو هناك قالت أنها تمثل تشرين ولكن الأكثرية لم تشارك في الانتخابات هذا يعني أن هذه الأغلبية الغاضبة ما زالت ترى في النظام السياسي في المنظومة السياسية أنها لا تستجيب لمطالبها وبتالي إمكانية الخروج مجددا مستقبلا وارد جدا إمكانية التعبير عن هذا الغضب وارد جدا لأنها تشعر أنها تم خداؤها بمجموعة من الشعارات تم خداعها بمجموعة من الوعود أحدهم حسين مؤنس رئيس حركة حقوق التابعة لكتاب حزب الله كان يقول حركتنا من نتائج حراك تشرين يعني كان يريد أن يقدم نفسه للناخب العراقي بأنه نتيجة تشرين وبتالي يشعر المواطن العراقي أن هناك أطراف قد استغلت هذه الحركة قد استغلت هذا الاسم ولكن على أرض الواقع لم يتحقق الأهداف الرئيسية لهذه الحركة وبالتالي الأغلبية هؤلاء أو الأكثرية الشريحة الأكبر من هؤلاء الغاضبين إلى الآن الذين يشعرون بأنه لم يتم محاسبة القتلى لم يتم محاسبة المجرمين أدوات القمص الذين قاموا بقتل الشباب الذين قاموا بتغيب عشرات الشباب إلى الآن لم يتم الاستجابة لهذه المطالب الضرورية وبالتالي قد يفكرون مجددا في الخروج أيضا على هذه الحكومة الجديدة التي قد تتشكل طبعا نحن المسيرة طويلة يعني الآن أطراف السياسية الكتلة الأكبر نحن ندخل في مداولات أخرى ولكن بالنتيجة النهائية إذا كانت النتيجة مثل تكرار سيناريو حكومة عبد المهدي يعني حكومة فاشلة ضعيفة تتحكم فيها الأحزاب السياسية وأيضا الإرادة الخارجية هنا طبعا الأمر الوارد الأكبر هو تكرار السيناريو السابق وأيضا خروج المتظاهرين مجددا لأنه لا يوجد أفق واضح للتغيير وأيضا المشاكل الاقتصادية أيضا قد تتفاقب مستقبلا وأيضا لا يوجد طرف يستطيع أن يجسد إرادة هؤلاء أو يقنعهم بأن هناك أملا للتغيير في ظل هذه المعطيات سيكون هناك طريق واحد أمام هؤلاء الشباب أمام هؤلاء المواطنين حتى من كافة شرائح المجتمع أن يخرجوا مجددا كما فعلوا مع عادل عبد المهدي ويعبروا عن غضبهم مجددا دون أن يكترثوا بما حصل لأن على الرغم من آلة القمع على الرغم من آلة القتل والعنف الذي استخدمه السلطة والميليشيات يعني بشكل مشترك إلا أن المتظاهرين رأيناهم يخرجون مجددا وبالتالي لا يمكن التعويل على القمع لإخماد التظاهرات لأنه ما زال هناك أسباب تدفع المواطن للخروج أقوى من القمع الذي تتلقى الجماهير دكتور قحطان أمام هذا العزوف الشعب الكبير والمشاركة الضعيفة التي لم تتجاوز كما قلنا سابقا 15% وفقا لكل المعطيات والتقارير كيف يمكن تقييم موقف الأمم المتحدة التي تقول أنها ستقبل بأي نتيجة مهما كانت نسبة المشاركة أنا أعتقد هذا التصريح هو تصريح شخصي لبلاثات غير أكثر أما هو تصريح إلى المجتمع الدولي وذلك لأن موقفها هو متردد ومتدذب وميال الجانب الرسمي ولكن السلوك العام للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لا يخرج عن طريق ممثلتها في العراق بقدر ما حجم الإرادة الدولية بشكل عام وحجم الفاعلية الأمريكية ورغبتها في التغيير عليه أعتقد أن إدراك الحقوق الأمريكي إلى العملية السياسية وما سيتمخذ لاحقا من حالة التصارع واللا توافق بين العموم الشعب وبين العملية السياسية ثم احتمالات حالة اللا استقرار واللا أمن التي ستعقب الانتخابات تجعل أمريكا مجبرة أمام سلوك معين وبالتالي أعتقد أمريكا في ذلك الإجبار ستدفع الأمم المتحدة بإظهار موقف آخر قوامة ولا مشروعية العملية السياسية والانتخابات لتدني نسبة المشاركة واعتقد يكون ذلك الأمر بابا رسميا مدخلا أصوليا للمجتمع الدولي ليساهم بإعادة الأمور العراق إلى حالة أخرى غير التي هي عليها وغير التي يرغب بها رجال أو رموز العملية السياسية الفاسدة الضالين المضللين إذن هذا التصريح أرى هو رأي شخصي أكثر منه عمق لمجتمع الدولي وتوافق عموما مع التأييد الأمريكي لكاظمي لكي ينجز هذه العملية وعندما تجز العملية ولا تعطي نتائج تمنىها الأمريكان والحكومة أعتقد أن الأمر سيذهب باتجاه أن الأمم المتحدة لا تقبل بنتائج العملية السياسية ولا تتعامل معها كما تضم القيادات التي تتمكنها لكن دكتور كيف من المتوقع أن تتعامل الأمم المتحدة مع هذا السياق علما بأن الأمم المتحدة خلال ثورة تشرين خلال أكثر من عامين لم يكن موقفها موقفا جيدا في الحقيقة تجاه الثورة والانتهاكات التي حصلت مع الثوار فكيف يمكن أن تتعامل مع هذه النتائج الآن لأن الثورة أذهلت العالم وفاجأت العالم وهناك حتى أمريكا وحتى الممتحدة لم تعي حقيقة الثورة وأبعادها توقعتها ثقاعة وتنتهي ولكن وجود الثورة وإصمارها واحد اثنين تأييد الجماهير العام العراقي للثورة والثوار ومطالبهم بمقاطعة الانتخابات رقم اثنين حالة للعدام في أي تقدم حقيقي سيتمخذ عن الحكومات القادمة بعد عملية السياسية الفاشلة رقم ثلاثة كلها سيجعل المجتمع الدولي مجبر على أن يقتنع عن العملية السياسية انتهت وأنه لا أمل فيها ولابد من إحداث تغيير الماء وبالتالي عندها أعتقد وهو الذي أتمنى أن يذهب العراق بهذا الاتجاه عندما يصر على عدم التعامل النهائيا مع نتائج العملية السياسية المزورة التي ستعتمى نتائجها لأن السقف الزمني أو السقف الكمي لها مفتوح حسب عسابات الخاصة للمنطقة الغبراء إذن ستدرك الحكومة الممتحدة والعالم وأمريكا أن لا مجال للإبقاء لهذا العملية السياسية ولابد للتغيير وبالتالي ستكون مجبرة هي على تتعامل باتجاه التغيير وبالغين آخر أستاذ لبيد نعود مرة أخرى إلى الداخل العراقي كيف يمكن تفسير هذا التضارب بين الخطابات الطائفية التي ظهرت في الدعاية الانتخابية للمرشحين أو أثناء العملية الانتخابية ذاتها وبين تأكيد الكاظمي أن هذه الانتخابات ستغير وجه العراق نعم الكاظمي بالحقيقة يتكلمه بلغة أخرى باللغة التي هي بحقيقة يتكلم بلغة رياحية وهو بركاح الكاظمي لأن الكاظمي بالحقيقة هو متفاهم مع التيار الصدري ولذلك يحاول أن يخفي هذا التفاهم ويتكلم بلغة على أساس أنه وفر كل أجواء التي تغطي نزاهة الانتخابات أو تملح الانتخابات من مستوى معين من النزاهة لكنه هو يسمع ويرى بحينه وعذنه أن الخطابات التي تفوح طائفية بالحقيقة في مختلف محافظات العراق الأمر لا يقتصر على المحافظات الجنوبية هناك خطاب شيعي وهناك خطاب سني أيضا نحن سمعنا بالنداءات من الجوامع في مناطق بغداد وبعض المحافظات السنية أيضا تنادي وتدفع الناس أو تحرز أو تحذ الناس على المشاركة بالانتخابات وغلاء بدعوة أنه لحماية المكون والآخرية المكون السني وكذلك الحال في المحافظات بعض المحافظات الجنوبية سمعنا الحاملية بهذه السموم الطائفية أيضا مسألة التحشيد على أساس طائفي مسألة أتدنا عليها في كل الانتخابات التي مرت على العراق ولا نستغرب أن يكرروا هذا الاسلوب التحائي لجمع الأطوات نحن مقبلون على حالة مشابهة لما مضى التغيير الوحيد الذي سيطرأ طبعا نحن الصورة تكاد تتضح الآن نسائرون سيحصد أكثر للمعظم الأطوات يليه قائمة الحركة الدولة أو قوة الدولة هكذا تسربت بعض الأطرام إلى حد الآن نفس الطبقة السياسية التي كانت تحتل معظم مطاعد البرلمان هي نفسها ستعيد وعادوا إنتاجها في هذا البرلمان الشيء المختلف بالحقيقة هو دخول بعض المستقلين وبعض المحسوبين على الحراك وانتفاض التشرين وهذا بالحقيقة شيء مؤسف جدا لأنه واللائمة تقعوا على هؤلاء لأن هؤلاء قدلوا بالحقيقة معظم ممثلي انتفاض التشرين وكان يفتر أن يقاطعوها أسوة برفاقهم في انتفاض التشرين وقاطعوا الانتخابات الشيء السيء في ذلك أن الطبقة السياسية الفاسدة سيسهل عليها القول بأن الانتخابات أفرزت وكانت شرعية جدا في دليل أنه وجود معارضين ووجود ممثلين محسوبين على الحراك الشعبي وعلى انتفاض التشرين معانا وتحت قبة البرلمان وهذا شيء مؤسف جدا نحن مقبطون بالحقيقة على تغيير على المستوى على مستوى الخط البياني في الثورة لأن ما يدعيه الكاظومي بأن هذه الانتخابات جاءت اتجابة لمطالب حركة التشرين أو انتفاض التشرين نعم هو بالحقيقة تزوير للحقيقة لأنهم لم يستجيبوا لعشرة بالمئة من مطالب انتفاض التشرين كل ما تحققه هو بالحقيقة زيادة عدد دوارد انتخابية لكن لم يجري تعديل لقانون الأحزاب الأحزاب استمرت تستخدموا المال السحط مال الفساد الأموال التي تراكمت لديهم بحكم كونهم كانوا يتقاسمون السلطة منذ 2005 إلى على مدى 11 عام تقاسموا السلطة وجمعوا مالا من أموال المال السياسي ومال المنهوب من الدولة وبذلك استطاعوا أن يبنوا حملات انتخابية ويرشوا الناس ويدفعهم إلى تصويت لصالحين هذه هذه الحقيقة لن تكون قدعا للحرق نتوقع بأن رد فعل الشارع للعراق سيكون أعنق مما كان عليه في 2019 و2020 والثورة قادمة نعم أشكرك أستاذ لبيد دكتور قحطان أعود إليك مجددا كيف يمكن قراءة ما جرى من خروقات وأعمال عنف بين المرشحين وحالة التهافت الكبيرة للحصول على مقعد في البرلمان والفوز بالانتخابات هل تعتقد أن هذه الأحزاب وهذه الشخصيات مؤهلة بالفعل لقيادة العراق الخلافات المينية بين القوى السياسية المتسلطة اتسعت كثيرا وأعتقد أنها ستأخذ مجال أوسع وبدلالات حركية عنف واضح بين الجهات المختلفة سواء داخل الحزب الواحد أو داخل الخندق الأشمل والأكبر لما يسمى بين قوسين المكون أما تصاعد الخلافات بينهما وسعيهما الأعمى إلى الكراسي أذلك يذهب الاتجاهين الأساسين أولهم هو الحفاظ على البقاء في مناصبهم للحصول على مزيد من المكاسب الاتنين الحد من احتمالية فتح ملفات ضدهم لذلك يرجعون إلى أن يصلوا إلى مركز القرار حتى يحتووا أي عملية من هذا القبيل أما الذي حصل كيف يصلون وكيف يقدمون شيئا إيجابيا للعراق لا أعتقد أنهم يقدرون على أن يقدموا شيئا وذلك لأنهم أساسا لم يأتوا لكي يقدموا شيئا بقدر ما أتوا لكي يحققوا أجندات خارجية وهذا الذي حصل بالعراق أن الآن الإرادة الخارجية الإيرانية في مقدمتها كذلك الأمريكية والصيونية أيضا متحكمة بالشأن العراقي نتيجة لهؤلاء إذن هؤلاء سيبقون في هذا التناعر نتيجة للخصومات الشخصية لمطامع الشخصية ونتيجة للخصومات والخلافات الأقليمية الدولية داخل العراق لذلك الحراك فيما بينهم مثل باتجاه بجيز من التضادد ومجيز من التقاطعات ولأنهم امتلكوا عناصر قوة عسكرية مضافة وعناصر قوة مختلفة الاتجاهات والولاءات لذلك نعتقد أنهم أشكرا الدكتور أختم معك أستاذ شاهو هذه النسبة الكبيرة من المقاطعة وعدم ثقة الشرع العراقي دليل قاطع على نجاح الثورة من جهة وعلى فشل هذه العملية السياسية من جهة أخرى وأنها بدأت يعني لست بدأت وصلت إلى مرحلة كبيرة من التآكل بحيث أن الجمهور العراقية لم تعد تثق بها ولم تعد تذهب لصنيق ديق الاقتراع أساسا للاقتراع هدف الانتخابات المبكرة كان إعادة الشرعية للنظام السياسي تدني نسبة المشاركة أنهت هذه الشرعية بشكل كامل ومن الممكن أن نقول أن هذه النسبة هي تشرين ثانية يعني مرحلة أخرى من مراحل تشرين ولكن عبر صناديق الاختراع عبر صناديق الاختراع لأن من عبر عن غضبه بخروج إلى الشارع عبر عن غضبه هذه المرة بالبقاء في البيت وبالتالي الرسالة واضحة الرسالة هي عدم الاقتناع بالوعود التي تعهدوا بها النظام السياسي بالإصلاحات بالتغييرات وبالتالي ما يدفعهم إلى البحث عن أي آلية للتغيير وعدم اقتناعهم بإعادة تدوير الوجوه الذي يسير عليه العراق وكل الوعود والأشياء التي انطلقت للتسويق لهذه الانتخابات يبدو أنها لم تصل إلى عقل المواطن العراقي ولا يقتنع به ويريد وسيلة أو أداة أخرى للتغيير يراه مستقبلاً أشكرك جزيلاً الأستاذ شاهو القرداغي الباحث والكاتب السياسي شكري موصول للدكتور القحطان أيضاً كان معنا من بغداد وكذلك الشكر موصول للأستاذ لبيد أصميدعي عبر الخط الهاتفي ترجمة نانسي قنقر